رحيل قاضي المحكمة العليا أنتوانين سكاليا ينذر بأزمة جديدة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ففي الوقت الذي صرح فيه ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس بأن الرئيس المقبل وليس باراك أوباما هو من يجب أن يختار العضو الجديد للمقعد الشاغري في المحكمة العليا بوفاة سكاليا اختار أوباما أن يرد فورا بأنه سيقوم بما أسماه واجبه الدستوري لتعين عضو جديد في المحكمة سأقوم بواجبات دستورية لترشيح خلف في أقرب وقت كما يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن يقوموا أيضا بواجبهم للتصويت على هذا المرشح لكن الجمهوريين في الكونغرس وحدوا كلمتهم مهددين بالتصويت ضد أي مرشح يتقدم به الرئيس أوباما وفضلا عن التجاذب الماثلي بين الرئيس والكونغرس فإن رحيل القاضي سكاليا تحول إلى قضية محورية في الجدل الذي تشهده الحملات الانتخابية بمثل ما كان يعنيه رونالد ريغن لمنصب الرئاسة مثل سكاليا ذات الدور في منصبه في المحكمة العليا وأعتقد أن رحيله يضع أهمية كبيرة لهذه الانتخابات التي تتطلب قدرا كبيرا من التوازن في كافة مؤسسات الحكم نحن بحاجة لمرشح المتميز لهذا المنصب بالتأكيد يجب أن يكون هذا المرشح محافظا ولكن في نفس الوقت يجب أن تتوفر فيه قدرات القاضي الراحل أنتوانين سكاليا الذي عينه الرئيس الأسبق رونالد ريغن في المنصب كان يمثل هو وأربعة أعضاء آخرون التيار المحافظ في المحكمة العليا بينما يمثل الأربعة الباقون من الأعضاء التيار الديمقراطي الذي لم يحظى منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون بأغلبية في المحكمة وبالتالي فإن رحيل اسكاليا سيزيد من حالة الانقسام الذي تشهده المحكمة خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة والإجهاض وحيازة السلاح الرئيس أوباما سيواجه معركة جديدة على ترشيحه لقاض جديد في المحكمة مع الجمهوريين الذين يسعون إلى تأجيل هذا التعيين على أمل أن يفوز أحد الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة جعفر الزعبي سكاينيوز عربية واشنطن